بدأت الحكومة عبر شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية في وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء وفاء بما أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق كان مدبولي قد أعلن عن توفير نحو 1.2 مليار دولار لاستيراد شحنة الغاز والسولار والمزوت المطلوبة لتشغيل محطة الكهرباء على مدار فترة الصيف ووقف خطة تخفيف الأحمال تمهيدا للقضاء على هذه المشكلة نهائيا بنهاية العام الجاري أصدرت وزارة التموين وتجارة الداخلية قرارا وزاريا ببدء موسم الأوكازيون الصيفي لعام 2024 اعتبارا من الخامس من أغسطس المقبل ولمدة شهر ونصل قرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقتلنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تبع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية بحث وزيري الكهرباء والبترول مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن السلمان بالعاصمة السعودية الرياض بحثاء السبولات عزيز التعاون في مجالات الطاقة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق بين البلدين وأشر وزير الكهرباء إلى أن هناك جهودا كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري للسعودي وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل نشرت الصين وسيقة من ستين بندن حول الأهداف السياسية المتنوعة للبلاد تتضمن تطوير الصناعات المتقدمة وتحسين بيئة الأعمال تأتي الوثيقة في أعقاب اجتماع اللجمة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم بقيادة الرئيس شي جين بينغ والذي يعقد مرة كل خمس سنوات وانعقد المؤتمر في وقت نوجه فيه ثاني أكبر اقتصادا في العالم أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وارتفاع الضيون وتراجع معنويات المستهلكين وثقة الشركات وتوتر تجاري مع تزايد قلق عالمي من هيمنة الصادرات الصينية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة